حين خرجوا من اليمن إلى أسقاع العالم لطلب العلم ضمن المنح الدراسية لطلاب المتفوقين لم يكونوا يعرفون أن يوما سيمر عليهم يضطرون فيه للوقوف على أبواب السفارات المغلقة في وجوههم يعانون البرد والصد وينشغلون عن تحصيل العلم بالمطالبة بالمستحقات طلاب اليمن في الخارج يعاكبون على تفوقهم بحرمانهم من حقوقهم المالية اضطر كثير منهم للعودة إلى اليمن قبل إكمال مشواره التعليمي فيما يعجز بعضهم حاليا حتى عن سداد إيجارات سكنهم وقيمة الكتب وغيرها من متطلبات الدراسة ثلاثة أشهر منذ سمعنا أول صرخة لطلاب اليمنيين المحرومين من مستحقاتهم لمدة تكاد تصل اليوم إلى سبعة أشهر ذاقوا فيها المرارات لدرجة فقدان بعضهم الوعي وهم في قاعة الدرس اليوم استأنف الطلاب اليمنيون في روسيا اعتصامهم للمرة الثانية بعد أن كانوا قد علقوه وفق تفاهم بينهم وبين السفارة في روسيا وقالوا في بيان صدر عنهم اليوم أنهم عادوا للاعتصام بعد أن ضاقت بهم السبل وبلغت القلوب الحناجر وأصبح وضعهم مأساويا وفي حالة يرثى لها تحت تجاهل مخزم من قبل الجهات المعنية ودعوا زملاءهم للانخراط في الاعتصام والتفاعل معه بكل الوسائل الممكنة ومساندة إخوانهم المعتصمين في السفارة والتكاتف والوقوف يدا واحدة مع الطلبة المتضررين حتى استعادة كافة الحقوق صار أه هؤلاء الطلاب نظاما تعليميا متخلفا وتفوقوا لاستحقاق منح دراسية في الخارج ينهلون خلالها من علوم الجامعات المتقدمة ليتمكنوا من رد الجميل لوطنهم بعد التخرج لكن السياسات الفاشلة يطال أذها كل ما يمت للعلم والتعليم بصلة كان قريبا داخل أسوار جامعة صنعاء أو في أبعد نقطة في الأرض بالقرب من المحيط المتجمد الشمالي